اتخذت مصر خطوات جادة وسريعة لمعالجة التغيرات المناخية سواء من خلال الاقتصاد الأخضر أو التحول والاستثمار في الطاقة النظيفة هذه الخطوات ساعدت في تقدم مصر مرتين متتاليتين خلال عام 2021 في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة خطوات جادة وسريعة تخطوها مصر لمعالجة التغيرات المناخية سواء من خلال الاقتصاد الأخضر أو التحول والاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال مبادرات وآليات متعددة فكانت جديرة باستضافة قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 المقرر عقدها في شرم الشيخ نهاية عام 2022 أمام قمة الأمم المتحدة الأخيرة لتغير المناخ في إجلاسكو ببريطانيا ظهرت مشاركات مصر بوضوح خلال فعاليات القمة ولعل أبرزها إطلاقها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لتحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل فضلا عن تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية إلى جانب تعزيز البحث العلمي كما أن الاستراتيجية ستمكن مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات ومن نتائج مشاركة مصر المثمرة في قمة جلاسكو أنه تم الإعلان عن إنشاء مركز المرونة والتكيف الإفريقي بالقاهرة بهدف دعم التنسيق على المستويات الإقليمية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانع القرار والممارسين في البلدان الإفريقية النجاحات المصرية في مجال التحول للطاقة النظيفة والتوسع في استخدام المصادر الجديدة والمتجددة تكللت بتقدم مصر مرتين متتاليتين خلال عام 2021 في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة ما يمثل تأكيدا على سعيها الدؤوب للتحول لاقتصاد أخضر إذ تخطط الحكومة في استراتيجياتها للطاقة 2035 لوصول نسب تمثيل الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة إلى 42% ترجمة نانسي قنقر